هلو ما دير ستودنس اهلا بكل طلاب برايماري سيكس وصلنا معاكم اليونت 5 لسون 3 اخر درس في منهجنا ركزوا معايا هنقرأ الكلمات بسرعة بسرعة اول كلمة معانا على طول كلمة كريزي وهنا لاحظنا ان السي نطقتها بساوند الكي سي هنا اتنطقت بساوند الكي كريزي كريزي يعني مجنون او متحير تمام لتل لتل معناها ياما قليل كمية قليلة ياما صغير في السن تمام لتل بست شخص مزعج شخص نويزي بيعمل ضوضاء كتير باذر هنا تنتق حرف ازال يا ولاد يدايق يزعج تمام بيشنت بيشنت صبور خدوا بالكو احنا قولنا قبل كده ان تي اي اي ان دول كده مقطع على بعضهم الاربع حروف دول بيتنتقوا شان بساوند شان شان بيشنت بيشنت تمام بي حلقة كاملة مدتها دقايق صغيرة على نطق الحروف المركبة هتلاقوا فيها كل الكلام ده طيب اولدر معناها اكبر سنن اولد معناها كبير في السن و اولدر اكبر سنن فير شخص عادل شخص بيحكم بالعدل شخص منصف اتنشن بسو خدوا بالكو التي اي او ان دي برضو نطقت كلمة شان خدوا بالكو التي اي اي ان والتي اي او ان شان اتنشن اتنشن اهتمام او انتباه اسبند طايم اسبند معناها يقضي وطايم وقت يقضي وقت without بدون او من غير والتي اي اي اتش هنا اتنطقت بالساوند ذا طيب بروبلم مشكلة بروبلم مشكلة دير عزيزي او عزيزتي because لان بسبب علشان وهنا السي اتنطقت بالساوند الكي كي طول الوقت all كل معناها كل صح هنا all the time طول الوقت friend صديق room حجرة او غرفة things اشياء اخدوا بالكو هنا هنا الاس الجامع thing معناها شي والتي اتش هنا تنطقت بالساوند ايه سا سا طبعا احنا لاحظنا ان التي اتش هنا بتتنطق ساعات في كلمات حرف الس sound c وفي كلمات تانية بتتنطق sound azal في برضو حلقة على نطق التي اتش بس يعني حلقة كاملة عليه mom um brother اخ but لكن grow up يكبر ينمو first الاول some بعد till to يخبر an يخبر till معناها يخبر to معناها يخبر an تمام طيب طبعا زي ما احنا متعودين كل lesson عندنا كل درس عندنا في some verbs بعرفها كده follow معناها يتبع او يتبع followed الباست بتاعها ضلت لها الed ask يسأل او يطلب حسب معنى الجملة والباست منها ask it ask it love يحب loved احب يوز يستخدم used استخدم buzzer يدايق او يزعج buzzard pro يستعير poured تمام طيب till يخبر معناها told spend يقضي الباست منها spent find يجد الباست منها found grow up grow up go into go معناها يذهب صح؟ وinto معناها للداخل فgo into يدخل الباست منها went into خدوا بالكم البروبستشن الحرف الجر مش بيتغير اللي بيتغير الverb بنفسه forget معناها ينسى وفورجوت معناها نسي خلاص طيب تعالوا بقى نشوف الباستج اللي عندنا زي ما احنا متعودين دايماً listen 3 فكل unit عندنا بيبقى عبارة عن باستج احنا عرفنا كلمتها علشان نقدر نقرأ الباستج صح خلاص احنا عرفنا كلمتها حلوة قوي يلا بقى تعالوا نقرأ الباستج كده ونشوفها مع بعض بتتكلم على ايه الباستج دي عبارة عن خطاب بصوا كده dear sara dear sara تمام عزيزتي sara dear sara i'm 13 years old انا عندي 13 سنة and i have انا عندي a big problem لدي مشكلة كبيرة my little brother اخويا الصغير يسبست مزعق جدا he follows me هو بيتبعني يعني يعني على طول ماشي ورايا على طول على طول all the time طول الوقت and always ودائما buzzers me دائما بيزعجني and my friend وبيزعج كمان اصدقائي he goes into my room هو بيذهب لغرفتي and takes وبيأخذ my things اشيائي without asking بدون طلب يعني بياخدها من غير ما يستأذني my mom امي tells me اخبرتني to be patient يعني قالتلي ان انا لازم اكون صبور because i'm older لان انا الاكبر في السن it's not fair يعني هي بتقول ايه ان دا مش عادل what can i do ماذا افعل going crazy انا بقيت يعني متحيرة قوي بقيت يعني كاني زي من مجنونة يعني فهي ردت عليها وبتقول لها ايه بقى dear crazy صحبتها صار دي ردت عليها وبتقول لها عزيزتي your little brother يعني صديقك اخوكي الصغير loves you very much بيحبك كتير جدا loves you يحبك very much كتير جدا and ويريد your attention ويريد انتباهك بيريد جذب انتباهك spend time موظهم ان انت تقضي وقت معاه عشان ان انت تقضي ايه وقت معاه تلهم وتغبري he can use your singus يعني بتقول لها قضي وقت معاه واغبري انه يستخدم اشيائك but he has to ask first لكن لازم عليه او انه ينبغي عليه انه يطلبها الاول او يسألك الاول انه يطلبها اياخدها ولا لا هال بهم ساعة دي هي بتديها نصايح ساعة دي find some friends ساعة دي انه يلاقي بعض من الاصدقاء and don't forget وما تنسيش he will grow up هو سوف يكبر تمام دي البسج سارة وبتقول لها النصائح عن اخوها ازاي تعمل تعال نشوف بقى تدريبات على البسج دي يلا نشوف اول حاجة choose i have a big i have a big تمام معناها انا عندي مشكلة خدنا قبلنا انه طبعا احنا عرفنا انه الفعل هفدله معاني كتير قوي قوي في الانجلش صح طيب هف هنا معناه have a problem معناه عنده مشكلة تمام طيب وجي كمان ايه لما قالت لها you have to ask first لازم يسأل الاول يعني ايه have to بتبقى معناه have لما بيجي بعدها البربوسيشن تو معناه بيبقى يجب ان have to ولازم بيجي بعده الفعل في المصدر يعني هنا you have to ask first انت ينبغي عليك يجب عليك تسأل اولا تمام طبعا الفعل have ده يعني ده استخدمات كتير قوي بيجي قبل القطعيم معناه تناول فعل الملكية حاجات كتير خالص اي هاف انا عندي ايه كبيرة بقاها مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة طبعا الاسئلة دي مرتبطة بالبسج بالقطعة رقم two اي ود لايك اي ود لايك يعني انا يعني احب to be a teacher to and be اكون a teacher مدرس when i grow لما انا ايه grow لوحدها ينمو grow up معناها ينمو او اكبر لما انا اكبر بقعيز اكون teacher طيب رقم three رودينا is going to رودينا سوف ايه a good time in الكزاندريا ايه اللي بيجي مع طايم اللي بيجي مع طايم ها هو spend يقضي وقت دايما بتيجي مع طايم كلمة spend معناها يقضي يقضي وقت وإحنا بناخد بنا spend برضو لما بتيجي مع الفلوس بتبقى معناها ينفق تمام طيب رقم four your brother اخوك ايه you very much ads بيضيف start يبدأ colors يلون اللفظ يحب بعد كده رقم five he always هو دائما bother us هو دائما بيزعجنا هي إزقة ايه وشخص مزعج best الافضل best مزعج past الماضي post البريد ها فهنا طبعا best هو جايبها لك حروف متشابهة على شان ايه لغبطك turn the page open your books in page 248 45 sorry رقم one هو دا او رقم one best اللي هو شخص مزعج core عربية crazy مجنون او متحير patient صبور ها ايه المختلفة بصوا best crazy patient كلهم adjectives كلهم صفات صح فالمختلفة اكيد اكيد core احط بقى اي صفة long tall bad good good صفة طيب رقم two follow يتبع parents parents الوالدين الاب والام ask يطلب take يعخذ المختلفة هي ايه follow وask وtake كلهم verbs كلهم افعال في المصدر بدون اي اضافة فالمختلفة هي parents واحط بدلها فعلا بدون اي اضافة او دو رقم three buzzer معناها يزعج وroom غرفة و school مدرسة وبارك حديقة ها المختلفة بصوا room مكان حجرة مكان و school مدرسة مكان وبارك حديقة مكان المختلفة buzzer واحط مكان زيهم ايه ها zoo سهلة جدا حديقة حيوان او bank رقم four best مزعج brother اخ mother ام sister اخت المختلفة بصوا brother mother sister كلهم افراد عائلة فالمختلفة هي best واقدر اخط father علشان اكمل ده فرد من افراد العائلة father رقم رقم five رقم five grow up يكبر spend يقضي fair شخص عادل forget yansa فطبعا بصوا كده grow up فعل spend فعل forget فعل طبعا fair هي صفة فانا اي ه 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 اي اضافة turn the page يلا نشوف رقم four rearrange ه ه نرتب crazy is دي طبعا s الملكية يا ولاد is problem what هو طبعا الكلمة اللي تحتها خط what دي اداة استفهام يبقى معنا كده ان انا هعمل سؤال ه اداة الاستفهام بعدها الفعل المساعد وبعدها الفاعل فهكتب اول حاجة رقم one اللي هي what بعد الفعل المساعد فين ه دوروا عليه اهو is هكتب what is بعد what is الفاعل الفاعل مين الفاعل مشكلة المتحير او المجنون what is crazy problem ما مشكلة الشخص المتحير ده رقم two a best مزعج my little يعني my little يوصد بها ايه الصغير صغيري is brother اخ و bothers me يزعج me و and هنا بدأ بفاعل يبقى ده ايه يبقى انا هعمل جملة الجملة ايه فاعل فاعل لبقيت الكلام ها اخد my little اول حاجة كده my little طيب هي little صفة صح فين بقى الحاجة اللي بوصفها my little brother ها يبقى كده بقيت ايه بقى اخويا الصغير my little brother اخي الصغير ماله بقى is يكون بقى a pest شخص مزعج and bothers me و بيزعج نيه خلاص طيب سؤال بقى punctuation اخر حاجة ها على طول على طول اول حرفة كتبه كابيتل وافضل امشي 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 في حاجة اه في اسم من اسماء اشخاص اممية اول حرفة فيها لازم اكتبه كابيتل وافضل امشي تاني في حاجة لا هو كتب لي علامة استفهام رقم two my اول حرفة لازم اكتبه كابيتل وافضل امشي في حاجة تاني لا خالص طيب هعمل هنا بقى نقطة ولا سؤال ارجع لأول كلمة اول يعني فاعل يبقى جملة عادية يبقى احط فولستوب واحطها في دايرة وكده خلصنا درسنا اتمنى انتم تكونوا فهمتوا حلوا اكتر واكتر وحفظوا كلمات يا ولاد وارجعوا تاني لتأسيس الجرامر خدوا بالكو ان كل درس شوفوا معاه حلقة من حلقات تأسيس الجرامر هتفيدكم جدا في الدرس شوفوا الحلقة المرتبطة به واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح ياريت لايك للفيديو وسبسكرايب علشان اكبر عدد يشوفوا